النهاردة بحثة منتخب رجعت بالسلامة طبعاً بعد رحلة كوريا الغير موفقة وأجماعة السوشيال ميديا يعني أنا عارف طبعاً أن إحنا يعني بقى جزء كبير جداً من ثقافتنا وجزء كبير جداً من يومنا مقضينه على السوشيال ميديا وأنا مش ضد السوشيال ميديا والله أنا ما بيحبهاش آه بس يعني أنا مش ضدها لكن الهجوم اللي في أوقات كتير جداً بيبقى غير مبرر الاندفاع بشكل كبير محاولة الإسقاط للأسف شديد جداً ما بقاش فيها ما بقاش فيها أي معايير أو مقاييز بتحكمنا الناس اللي عادة على السوشيال ميديا ارحمونا ارحمكم الله يعني أنا مش ضد أنكوا تعبروا على بالعكس حيب الناس تنتقد وناس تتكلم والناس تعبر عن أراءها بس بلاش الاندفاع وبلاش التصرع لأنه في أوقات كتيرة جداً بيكون لي أثار عكسي اللي حصل مع محمد إبراهيم طبعاً يعني حضراتكم تابعين والناس اللي شافت على السوشيال ميديا اعتقدوا أنه غير مبرر على الإطلاقه والولد الحقيقة يعني حتى ما كانش جزء من المأساة أو جزء من المشكلة فبالتالي فكرة أنك انت تخلص طارك تطفي نارك على السوشيال ميديا دي ما اعتقدش أنها بقى الطليق ولا الناس بقى بتحبها وبنرجع نعتذر مرة تانية ونقول ما كانش صح وما كانش وما كانش ما حدث